الملك محمد نسادس في خطاب ثورة الملك والشعب يؤكد أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم دولياً بعد أيام من عودة العلاقات مع إسرائيل تركيا تستقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتتبعون في النشرة أيضاً اتحاد طنجة لكرة القدم ينفصل عن اللاعب مروان البقلي بالتراضي نشرة الأخبار من قناة كافانكات خاتفي بطنجة أهلا بكم البداية من المغرب وبالعودة للخطاب الملك الأخير بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب والذي أكد فيه الملك محمد نسادس على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيص به صدق الصداقات ونجاعة الشركات وقال الملك محمد نسادس في ذات الخطاب ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدود التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح موقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل وللتعليق على هذا الحيز من الخطاب الملكي معنى الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ أعتيق سعيد الخطاب الملكي السامي قدم تشخيصا شاملا للإنجازات الحسيطة والمستمرة التي شهدتها القضية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء تجسد بشكل واضح وصريح في المواقف الثابتة للعديد من دول العالم الوازنة التي بقناعة راسخة مبنية على قوة الحجج القانونية والشرعية التاريخية الممتدة في مسيرة عقود طويلة من النماء والبناء التنموي بالأقليب الجنوبية عبرت من خلالها للمنتظم الدولي على أن تقديرها المتواصل لمبادرة الحكم الداتي في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليبي المفتعل الخطاب الملكي أكد في ذات السياق أن المواقف البناءة من مبادرة الحكم الداتي المجموعة من الدول الأوروبية سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات لبنتها الأساس هي الثقة وتعزيز الشراكة النوعية مع هذه البلدان تفعيلا لعلاقة رابح رابح خدمة لتنمية الشعوب وازدهارها هذا وأنه مهما تعددت الإنجازات والانتصارات للقضية الوطنية يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن كل هذه المختصبات التي تعرفها الصحراء المغربية يتنتل في وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة أينما كانوا لتصديل المناورات لمناورة الأعداء الذين ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا وأيضا كل الذين لم يستوعبوا بعد أن المغرب مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم مغرب اللحمة الوطنية والتماسك والاستفاف حول قدسية الوحدة الترابية ودائما مع الخطاب الملكي حيث أشاد مجلس الجالية المغربية بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي يوجهه الملك محمد السادس يوم السبت عشرين غشت إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاتعة والستين لثورة الملك والشعب وأوضح بلاغ للمجلس أن الخطاب الملكي يعكس الاهتمام الذي يوليه الملك لأفراد الجالية المغربية بالخارج ويبرز مرة أخرى حرص العاهل المغربي على مصالحهم وحقوقهم وتفاعله المتواصل مع مطالبهم وهمومهم والسهر على إشراكهم في تنمية وطنهم المغرب واعتبر المجلس في هذا الإطار أن الإشادة الملكية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج هي التفاتة مولوية كريمة وإنصاف لأفراد الجالية المغربية لارتباطهم بوطنهم الأم وتمسكهم بمقدساته ودعمهم المستمر لمصالحه العليا ووقوفهم الدائم إلى جانبه في وقت الرخاء والشدة وهو ما برهن تعله الجالية المغربية بالخارج خلال أزمة جائحة كوفيد-19 كما ثمن مجلس الجالية المغربية بالخارج عاليا تأكيد الملك محمد السادس على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما في ذلك المغرب اليهود ودعوة جلالته لإحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشارعها دوليا يسافر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاثنين إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بهدف تعديد العلاقات بين الجانبين عقب تطبيع العلاقات مؤخرا بين أنقرة وإسرائيل وأوضح السفير الفلسطيني في تركيا أن الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية وسبول تطويرها إلى جانب إطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية إضافة إلى مشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان تركيا وإسرائيل اليوم الأربعاء الماضي عن استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بعد عملية تقارب وضعت حدا لعدة سنوات من العلاقات المتوترة وعقب الإعلان عن استعادة العلاقات شدد وزيد الخارجية التركي على أن التقارب مع إسرائيل يسير جنبا إلى جنب مع دفاع تركيا عن حقوق الفلسطينيين والفيلم الذي في الدولي دائما أعلن مجلس الوزراء السوداني أمس الأحد حالة الطوارئ في ست ولايات بالبلاد على خلفية السيول والأمطار الغزيرة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن مجلس الوزراء أعلن حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارثة السيول والأضرار التي طالت ست ولايات ودع المجلس إلى استنفار الجهود الرسمية والشعبية لاستقطاب الدعم والعون الإنساني الداخلي والخارجي من الهيئات الرسمية والشعبية لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من الأوضاع بالولايات وفي هذا الصدد قال وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان نعلن استنفار الجهد الشعبي والرسمي لمساعدة المتضررين وتقوية أنظمة الإنذار المبكر ونظام المتابعة تفاديا لأضرار محتملة وأضف المسؤول السوداني أن الأمطار تسببت في أضرار بالغة للمواطنين وكذلك في مجال الصحة والتعليم وإنهيار المدارس والمؤسسات مما يتطلب التدخل العاجل وفي الرياضة المشاهدين أعلن فريق اتحاط تنجر كرة القدم عبر بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك التواصل إلى اتفاق نويدين مع اللاعب مروان البقلي يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي وحسب مصادر إعلامية وطنية فإن سبب فسخ عقد اللاعب مروان البقلي يعود إلى عدم اقتناع المدربة الزاكي بمؤهلات اللاعب بعد إجراء بعض المباريات الودية في معسكرة محمدية علما أن البقلي كان قد خضع لاختبار تقني سابقا وكان ثارث البغاز قد أعلن تعاقده مع مروان البقلي لمدة ثلاثة مواسم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية قبل أن يتراجع عن ذلك وصلنا مشاهدنا وإياكم لنهاية النشرة للمزيد من أخبارنا وأخبار العالم زروا موقعنا الإلكترونيك كاف بانكاتخ.م بداية أسبوع موفقة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة